بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اخباركم ايه النادي الاهلي بيفوز على برمدز اتنين واحد في مباراة شدها التاني كان خرافي للنادي الاهلي ويصعد لابل انهائي بطولة كاس مصر القديم بتاعة 2021 لمواجهة بترويجيت اللي لو فاز النادي الاهلي على بترويجيت هلعب نادي الزمالك يوم واحد وعشرين سبعة ان شاء الله في النهائي بصراحة النادي الاهلي النهاردة هو الكابتن سامي عمصان عمل المباراة عالمية بصراحة الكابتن سامي عمصان شكرا جدا لان دي تعتبر المباراة الاخيرة للكابتن سامي عمصان كمدير فني لكن مستمر مع سيدريك سوارز المدير الفني الجديد للنادي الاهلي لان النادي الاهلي جاب مدرب برتغال جديد وخلاص شبه اتحسن واتفق معاه وهيدير المباراة النادي الاهلي من المباراة اللي جاية فدي المباراة الاخيرة للكابتن سامي عمصان وبصراحة شكرا للكابتن سامي عمصان المباراة خرافية. بصراحة النادي الاهلي يستحق الفوز جدا. النهاردة برامد زيعة مش عارف مش بحالته. اللعبة مش مركزة خالص. انما لعبة النادي الاهلي في بعض الاوقات مش مركزين. لكن عرفوا بالخبرة انهم يخطفوا الفوز. بهدف اول لطهر محمد طاهر في الشوط الاول في الشوط التاني. حسام حسن اخيرا. عقدة حسام حسن اتفكت وجاب هدف. حسام حسن بالحس الكروي جاب هدف تاني للنادي الاهلي. وفي الديئة الاخيرة غلطة من محمد الشناوي تسبب فيها في ضرب الجزاء لبيرابيتس رمضان صبحي حطاها في الجغل على طول. انما زي ما قلنا مباراة حلوة جدا للنادي الاهلي وعامة المباراة كان الرتمها هاد شوية. انما في الشوط التاني النادي الاهلي عارف بالخبرة ان هو يجيب هدف تاني وعارف يمشي المباراة زي ما هو عايز. بالصراحة النهاردة افشا كان مزاجه عالي جدا. النهاردة افشا عمل مباراة. حلوة اوي. كمان رامي ربيعة. رامي ربيعة في الالتحامات وفي المواجهات واحد لواحد بصراحة رامي ربيع النهاردة عمل مباراة جمدة جدا. يعني بصراحة رامي ربيعة بيقضط كتير احنا متعودين. بس طبعا رامي رجولة. رامي النهاردة ما هناش رمضان صبحي باي كرة. يعني في المواجهة المباشرة بينه بالرمضان صبحي لان على ما اعتقد ان رامي ربيعة النهاردة شفناه وكان واضح جدا ان هو كان مسئول عن رمضان صبحي. رمضان صبحي ما خدش او ما عرفش يعدي من رامي ربيعة خالص. زي ما قولنا بصراحة النادي الاهلي النهاردة كان ااا حلو وقوي. وزي ما قولنا الكابتن سامي عمصان عرف في دير المباراة. بصراحة الكابتن سامي عمصان ساعة ما مسك مدير فني يعني في التلات مباريات اللي فاتت وهو وفاس فيهم كلهم. بصراحة لها الكابتن سامي قنصان يعني اثبت انه هو مدرب او مدير فني جدا. فانا كان من رأي انهم كانوا يستمروا على ناد الاهلي يعني كانت تستمر مع الكابتن سامي قنصان لحد نهاية الدوري وانا فتقissant متاكد مية في المية ان لو كابتن سامي قنصان استمر لنهاية الدوري كان خد الدوري. هو بس هو يعرف في وليس سعد بالنادي لاهلي فريق كبير قدام بيرمز يعني بيرمز فريق كبير وتعليل واحد Motion يعني مش عارف حساسة كبين هي. يعني بيرمز عنده واحد يعتبر نجوم عنده احمد تاتفي عنده رمضان صبحي عبدالله السعيد شريف اكرامي اسلام عيسى دونجا اريك تراوري مش عارف انا فريق قوي جدا بس مش عارف ايه اللي حصل يعني برامدز يوم اشتروا من الاسيوطي بصراحة ولا النادي الاهلي عارف يفوز عليه ولا الزمالك عارف يفوز عليه مش عارف ايه اللي حصل لبرامدز بس زي ما قلنا طبعا النادي الاهلي استغل استغل الخبرة بتاعته عارف امشي بالمباراة كويس جدا كابتن سيب امشان عارف يدير المباراة والف مبروك للنادي الاهلي وصوده هيقابل بترو جيت فمباراة بترو جيت يعني سب شبه محسومة للنادي الاهلي يعني اه كل الاحترام طبعا لبيترو جيت بس طبعا النادي الاهلي وبترو جيت انتو شايفين ايه يعني النادي الاهلي بنسبة تسعين في المية وان شاء الله يعني هيواجه الزمالك في النهائي يوم واحد وعشرين يوليوم عشان يبقى الدرب التاني في اقل من شهر بصراحة هنشوف المباراة النهائية انا اتمنى انها تبقى اهلي وزمالك لاننا عايزين مباراة قوية جدا باعت زي ما قلنا مع كل احترام طبعا لنادي بترو جيت بس زي ما قلنا الف مبروك النهاردة للنادي الاهلي اللي عمل مباراة حلوة جدا وعودة حسام حسن للاهداف تاني ومحمد شريف يعني مكانش في مستوى النهاردة صلاح محسن لما نزل عمل روح كده وبصراحة صلاح محسن مزاج ورائق قوي كمان السولية السولية النهاردة كان كويس يعني مجمع لعبة النادي الاهلي كانت كويسة باستثناء الشناوي انا مش عارف الشناوي مش في حالته الايام دي يعني غلطة يعني لولا النادي النادي الاهلي فايز اتنين كان بواحد واحد على كده تعادل وكان ممكن ضرب الجزاء ومتعرفش انه يحصل انما الشناوي مفروض ده يريح شوية يعني يعني الشناوي بيلعب لي فترة بيلعب ما بيريح ش انا من رأي ان سيلاوي ريح وحنا طبعا عندنا مصطفى شوبير وعندنا علي لطفي بيعملهم مباراة قوية جدا لما بنزله فاحنا بينقول او من رأينا ان السيلاوي ريح شوية لانهو كل مباراة كده يعمل غلطات يعني مش بتاعة السيلاوي ولا كان بيعا بيرجع من الاصابة على طول يعني ضغط مباريات احنا طبعا مش بنايب في السيلاوي الشناوي الحارس رقم واحد في مصر. بس طبعا محمد الشناوي لازم يريح شوية لان هو حتى لما يتصاب اول ما يلاقي نفسه خلاص خف شوية يعني مش مش خف بالكامل يروح على طول عايز يلعب كل المباراة طبعا احنا طبعا مقدرين ان محمد الشناوي طبعا حارس كبير وكل حاجة وعايز يلعب كل المباراة بس طبعا لازم يا شناوي تريح شوية يعني لازم يريح شوية لان يدي يعمل استشفى للعضلات يعني عنده السرس السناوي يعني من اول بطولات افريقيا من بطولتين اللي فاتوا او تلات بطولات والامم افريقيا بصراحة يعني السناوي مش في مستوى الايام دي لانه عمل طبعا المباراة افريقيا كان عمل مباراة حلوة جدا وجامدة جدا بس ليه كان مباراة كده ثلاث اربع او خمس مباراة بالضبط السناوي مش في حالته فبنتمنى التوفيق لمحمد السناوي وبننصحه ان هو يريح شوية وزي ما قلنا بمبارك للناد الاهلي ومبارك للناد الاهلي على مدرب الجديد سيدريك سوارز ده مدرب برتغالي بيقولوا عليه الجامد جدا يعني السيفي بتاعه كويس جدا هو كان بيدرب فريق في البرتغالي اسمه جيل فيستيني او في فيسينتي جيل فيسينتي اه على ما اعتقد جيل فيسينتي فعمل معاه انجاز يعني خد السنة دي خد في الدور البرتغالي مركز خامس وعرف في اهله لمقعد اوروبي دور المؤتمر الاوروبي فبيقولوا عليه مدرب كويس جدا هو يعني الخطة بتاعته متنوعة شوية وبيلعب بضغط عالي وبلعب هجوم ودفاع يعني بيقولوا ابرز الخطة بتاعته بلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد ده بيبدأ بيها وساعات بيغير في الملعب اربعة ثلاثة ثلاثة واربعة اربعة اتنين يعني بينوع في الملعب ده في المباراة الوحدة وكمان بيلعب على الاستحواز يعني هو بيحب اللعب بتاعته وتلعب على الاستحواز والضغط العالي لان الفريق اللي هو كان فيه ده في البرتغال انا بصراحة لما شفت الاحصايات بتاعته احصايات رهيبة جدا يعني بيقولك بيضغط على الفرق المنافسة يعني في المباريات في الدوري الموسم ده كله الفرق اللي كانت بتلعب قدامه ما كانتش تعمل اكتر من عشر تمريرات عشر تمريرات يروح على طول دخل عليهم يفسد الهجمة يعني ده واضح انه هو بيلعب على الضغط العالي جدا وكمان هجومي ودفاعي كمان بيقول بيحب يضغط باربع بدفاع من ورا وكمان في اتنين في نص الملعب فهو بيبدأ بستة بيضغط بستة دفاع وبيتحولوا على طول لما الكرة تقطع وتروح للهجوم كلهم يعني يعني يعتبروا بيهجموا ما فيش غير اتنين بتوع نص الملعب بيبقوا مؤمنين فانا لما شفت الاحصايات بتاعته بصراحة احصايات رهيبة وفريق يعني جيل في سنت ده مش قوي جدا يعني في الدور البرتغالي يعني السنة دي نافذ بورتو نافذ بمفيكا بصراحة واضح ان هو مدرب قوي جدا بس هو الكرة المصرية كده مش عارف ايه حبها في المنربين البرتغاليين يعني معظم الفرق المصرية او منتخب مصر يجروا على المدرب البرتغالي ده لان انا اتوقع ان طريقة لعب الفرق البرتغالية والبرتغال نفس طريقة الدور المصري ويعني نفس التفكير فان شاء الله انا اتمنى التوفيق ونشوف سيدريك سواريز هيعمل ايه مع النادي الاهلي لانه عليه طبعا ضغط كبير جدا يعني هو جاي بعد موسيماني موسيماني واخد اتنين نهاية الفريقية من اصل ثلاثة فلازم عم سواريز ده يركز جدا مع النادي الاهلي لان النادي الاهلي مش يستنى عليه واحنا شوفنا موسيماني لما جاه على طول خد اتنين افريقيا فانت لازم السنادي لازم لازم هينافس على بطولة افريقيا او بقوة وطبعا النادي الاهلي والادارة هتوفر له كل شيء من لعيبة ومن ماديات ومن اي حاجة هو عايزها عشان ياخد بطولة افريقيا السنة اللي جاية طبعا احنا شوفنا افريقيا اللي خسرها النادي الاهلي دي من الشهر اللي فات واللي حصل فيها والفضيحة اللي حصلت فالنادي الاهلي وقدرته وجماهيره مش هتستنى عليك يا عم سواريز فارجوك يعني تركز مع النادي الاهلي لانك في المباريات الاولى جمهور النادي الاهلي ما بيستناش على حد يعني انت لازم تفوز تفوز لان النادي الاهلي طبعا ما بيحبش الخسارة وزي ما قال المسيماني ان جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي عايز ما اكسب على طول ما عندوش حاجة اسمها خسارة فانساء الله نتمنى التوفيق لعم سواريز ده ونشوف هيعمل ايه مع النادي الاهلي وهيعمل ايه مع جماهيره ويا ترى هيواصل مشوار مسيماني والعم سواريز ده هيبقى تعبان ومسيماني هيبقى احسن منه طبعا بالادارة قالت ان هو هيستمر مع مدرب حراس المرمى والكابتن سامو عمصان طبعا كابتن ساد عب حفيز لغين عنه فيعني يعتبر الجهاز كله مكمل كله مكمل يعني مفيش غير هو المدير الفني بس اللي تغير انما كل باقي الجهاز مكمل وباقي يعني هيدير المباريات معه يعني هنشوف ايه اللي هيحصل وان شاء الله نتمنى التوفيق تاني لنادي الاهلي في المباريات اللي جاية والكورو المصرية ما تنساش قبل اطعم الفيديو اللايك الجميل بتاعك وعمل اشتراك للقناة ومش عامل وفعل زر الجرس نشوفكم في الفيديو الجاي السلام اشتركوا في القناة